مخيم عين الحلوي للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان له تاريخ من البؤس والفقر انشئ عام 1948 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيواء نحو 15 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجير هؤلاء من قرى في شمالي فلسطين يقع المخيم على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة صيدة على قطعة أرض استأجرتها حينها الدولة اللبنانية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1949 سكن مشاهدين اللاجئون في الخيام حتى عام 1952 بعدما اهترأت قام اللاجئون ببناء مساكن إسمنتية بمساعدة وكالة الغثاة الدولية سمي بعين الحلوي نسبة إلى المياه العذبة التي كانت موجودة حين إنشاءه ويعتبر سكان المخيم فاقدين للمواطنة اللبنانية ويسمى هذا المخيم عاصمة الشتات الفلسطيني تبلغ مساحة هذا المخيم حوالي كيلومتر مربع واحد ويضم المخيم عشر مدارس وعيادتين تبعتين للأنروا بالإضافة إلى مستشفيين صغيرين أربعة مداخل متاحة لدخول مخيم عين الحلوي فمن الشمال كما نشاهد مدخلان مستديرة الفرن العربي ومستديرة الأمريكان من الجنوب مدخل واحد هو طريق درب السيم ومن الغرب كذلك مدخل واحد من مستديرة الحسبة حيث يقيم الجيش اللبناني حواجد ثابتة على مداخل المخيم ويعمل طبعا على مراقبة الحركة منه وإليه على مدار الساعة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر